صنف ام الخير هيعوده عليك لو حميت قلبك وحميت هويتك وانت شايف كتر الدعوة للمثلية اللي موجودة دلوقتي في العالم اول حاجة هتحمي قلبك من مخالفة امر الله ودي حاجة كبيرة اوية عند المؤمنين اصل الحب الموافقة ان قلبي يحب اللي حبيبي بيحبه وينفر من اللي حبيبي ما بيحبوش حبنا لربنا قائم على كده ان تكون على مراد الله ويفضل قلبك بيحب حتى لو انت ضعيف ومش قادر تعمل الفرائض بس انا بقى اقدس ما يقدس رب العالمين وبنفر وببغض كل شيء مش هبغض بني قدمين بس بابغض كل شيء ربنا نهى عنه وبيبغضه سبحانه وتعالى لو فضلت بتحافظ على قلبك من ان الدعوة للمثلية الجنسية تخترقه هتفضل على مراد الله مقصر ماشي على سطر بتسيب سطر بس قلبك سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وده اصل النجاة انك تروح لربنا بقلب يرضى عنه سيدنا لوط يوم منها قومه قال اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين هتترفض ولا هتطلع برا مجتمعنا قال اني لعملكم مش ليكم لعملكم الانسان عنده رحمة للكل بس العمل ده ببغضه وهحافظ على بغض قلبي للعمل ده قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين ده اللي احنا بندور عليه ان انجو من الدعوة المثلية بثباتي على هويتي اللي احنا تعلمناها في بلدنا وفي دينا الخير التاني اللي هيعود عليك لو حفظت على هويتك انك لن تساهم في نشر رذيلة تهدم الانسانية عقدتنا ان اللي ربنا بيحبه ده اللي بيبني الانسانية واللي ربنا ما بيحبوش ده اللي بيهدم الانسانية لان ربنا هو اللي خلق الانسان وهو اللي يعلم هو اللي قال كده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عشان كده ربك يقول على الناس اللي بتدل على الخير وما بتدلش على الشر ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واؤلائك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات احنا المرادة بالنسبة لنا بينات واضح جدا من بعد ما جاءهم البينات اللي اختلفوا دول ولخبطوا الناس وأولئك لهم عذاب عظيم فاحنا عايزين نبقى ماشيين كده اللي بيقدر يعمل عمل صالح ينفع نفسه وينفع مجتمعه وبلده يعمله واللي مش قادر لا ينشر رذيلة أبدا وكما قال صلى الله عليه وسلم لما واحد سأله أعمل ايه أخش بي الجنة فالنبي قاعد يقول له عليه الصلاة والسلام حاجات تنفعه والرجل يقوله مش قادر مش قادر قال أن تحبس شرك عن الناس تلك صدقة منك على نفسك فاللي بيحافظ على هويته بيساعد على بقاء الفضيلة ويمنع نشر الرذيلة عايزين ننقل الخير لأجيالنا اللي جاية مش مع نقلنا للمعلومات فأجيالنا اللي جاية ننقل معلومة ضعيفة كده عن الهوية لا الراجل الراجل الست ست ربنا خلقنا كده وربنا نجي بلادنا عرب